السلام عليكم زيد متشوق لتعلم التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم أراد زيد الاستعداد لذلك فجعل نيته خالصة لله ثم سأل صديقه ياسر في قراءة الكتب عن آداب التلاوة سر ياسر كثيرا بسؤال صديقه في أخبره للتلاوات آداب عدة منها الطهارة الوضوء الاستعادة عند ابتداء القراءة البسم لا تقبل تلاوة أي سورة معدى سورة التوبة الخشوع وضع القرآن الكريم في مكان مناسب الترتيل وحسن القراءة التدبر وفهم الآيات هيا نختار سويا الإجابة الصحيحة الإخلاص في التلاوة أن أقرأ كي يرضى الله عني أم أن أقرأ كي يقال أني أحسن القراءة الإجابة الصحيحة أن أقرأ كي يرضى الله عني الطهارة هي النظافة من الأقدار والأوساخ أم هي وضع عطر راحته جميلة الإجابة الصحيحة الطهارة هي النظافة من الأقدار والأوساخ الاستعادة تكون عند البدء بتلاوة القرآن الكريم أم عند الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم الإجابة الصحيحة الاستعادة تكون عند البدء بتلاوة القرآن الكريم ما هي السورة التي لا تبدأ بالبسملة؟ سورة الملك أم سورة التوبة الإجابة الصحيحة سورة التوبة التجويد هو نطق الحروف بشكل غير صحيح أم نطق الحروف بشكل صحيح وله أحكام الإجابة الصحيحة التجويد هو نطق الحروف بشكل صحيح وله أحكام التدبر هو التفكر على مهل أم النظر إلى المصحف الإجابة الصحيحة هي التدبر هو التفكر على مهل إلى اللقاء في الحلقة القادمة من تصحيح التلوة